ننتقل إلى وزارة التجارة حيث طالبت جميع المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة بضرورة اعتماد اسم القهوة السعودية بدلاً من القهوة العربية في تسمية ووصف هذا النوع من المنتجات ووجه اتحاد الغرف السعودية تعميماً لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم القهوة السعودية بدلاً من القهوة العربية في قائمة المنتجات التي تقدمها لعملائها والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية وقد كانت وزارة الثقافة قد أعلنت العام الماضي عن إطلاق مبادرة وتسمية عام 2022 بعام القهوة السعودية حيث خصصت لها الوزارة منصة إلكترونية متضمنة وصفا للمبادرة وأهدافها وإرشادات لاستخدام الهوية البصرية على أن يصحب ذلك العديد من الأنشطة والمبادرات والفعاليات على مدار العام احتفالا بهذا العنصر الثقافي المرتبط بهوية وثقافة المملكة دائما مثل ما ذكرت هوية وثقافة المملكة جزء أساسي منها القهوة السعودية وحن صراحة بالمواكبة يعني مع خصصنا لنا تقريبا أكملنا شهر في هذا العام عام القهوة السعودية عندنا نغير كل حلقة ونأخذ لنا قهوة سعودية مع البرد هذا خصوصا أننا ترى الآن أصبح ما شاء الله مزارع البن في جزان وفي مناطق ثانية قاعدة تنتج الآن كميات كبيرة وفي المستقبل إن شاء الله مع وجود الشتلات المتروعة بالتأكيد أنه بيصير فيه يعني عندنا منتوج كبير يغطي المملكة بشكل عام أكيد نحن رأيناها سواء من العام الماضي في الشتاء في الصيف العديد سواء من جبال الفيفا أو جبال الدائر وغيرها العديد من المزارع البن التي رأيناها صراحة ممكن كانت غايبة عنها كلها السنين التي فاتت ما كان فيها تسويق داخلي خلني أتكلم عنه الآن وصلنا مرحلة الإنتاج والإنتاج الوفير في هذه الأيام وإن شاء الله أتوقع حتى من هذه الفترة بدأ مسألة التصدير إلى مجموعة من الدول ومكن التوسع إن شاء الله يكون في الأيام الجاية ويكون فيه أيضا استخدام ونشر لثقافة القهوة السعودية للخارج صحيح